بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين أما بعد أعزائي الطلبة نحاول أن نفيدكم اليوم بنموذج مقالة حول طبيعة الذاكرة بطريقة الاستقساب الوضع لدينا السؤال يقول ريبو الذاكرة وظيفة بيولوجية بالمهية وسيكولوجيا بالعرض المطلوب دافع صحة هذا الرأي أول ما يبدأ به الطالب في هذه الحالة ومحاولة إيجاد المصطلحات المفتاحية لدينا يقول ريبو وهو ريبو عفوا وأحد أنصار النظرية المادية أين في الذاكرة ثم لدينا مصطلح الذاكرة لتعني وظيفة نفسية تتمث باستجاحها الشعورية المعضية مع وعي وإذا ركضت لها من حيث هي كذلك لدينا وظيفة بيولوجية أي وظيفة جسمية مادية بالما هي أي بالأساس أو بالجوهر سيكولوجيا المقصود بها نفسية بالعرض أي أنها شيء ثانوي وبعدها لدينا مصطلح دافع عن صحة هذه الأطروحة أن نعني المقصود هنا طريقة الاستقصاء بالوضع يعني بمعنى أن هذا السؤال يطلب مننا إذا المطلب الدفاع عن الرأي القائل أن ذاكرة وظيفة جسمية أساسها الدماغ كما صرح بذلك ريبو في نظرية المادية الطريقة في هذه الحالة الطريقة تكون طريقة استقصاء بالوضع الوضع وكالعادة نشرها في تحليل المقال بداية بالمقدمة وما تجدو الإشارات أن مقدمة طريقة الاستقصاء بالوضع تشبهه إلى حد ما طريقة الاستقصاء أو طريقة العفون طريقة جدلية من خلال خطوتها المعروف خطوتها الثلاث الخطوة المتمثلة في الإحاقة بالموضوع المقصود هنا مقدمة المقدمة ثم الإبراز العناد الفلسفي مع التركيز أو الإشارة إلى الرأي المراد الدفاع عنه ثم إعادة إعادة السياغة السؤال وفي حالتنا هذه يمكن التلميذ أن يبدأ كإحاطة الموضوع أو كمقدمة المقدمة في تعريف الذاكرة كأبسط طريقة مثلا فنقول أن الذاكرة هي وظيفة نفسية تتمثل في استرجاع حالة شعورية ماضية مع وعي وإدراك الذاتي لها من حيث هي كذلك أي أنها ماضية وحول طبيعتها اختلفت آراء الفلاسفة والمفكرين وتضاربت وجهات نظرهم حول طبيعتها أو عفلا حول أساسها لأنه سبقوا ونشرنا إلى طبيعة في البداية حول أساسها إذ هناك من يرى بأن الدماغ هو مركز تخزين تخزين البكريات أي أنها مادية جسمية ثم نطرح السؤال فنقول مثلا فما هي الحجج والبراهيم لإثبات هذا الرأي والدفاع عنه وبعد إزمام المقدمة نشرح في التحليل وما تجدر الإشارة إلي هنا أن تحليل المقال الاستخصاء بالوضع يختلف تماماً من تحليل المقال الجدلي حيث تتمثل خطوات الاستخصاء بالوضع فيما يلي الخطوة الأولى هي عرو منطق الأطروحة ويتضمن موقف الرأي المراد الدفاع عنه ثم الخطوة الثانية هي إثبات الأطروحة وتضم حجج أفرأي المراد الدفاع عنه وأخيراً نقد خصوم الأطروح وتضم سلبيات الرأي النقيط مع الإشارة للموقف وأهم حج ثم نشرع في التحليل حيث نقول في عرض منطق الأطروحة يرى بعض الفلاسفة والمفكرين أنصار النظرية المادية وعلى رأسهم ريبو أن الذاكرة وظيفة جسمية مادية حيث أن الذكريات تخزن على مستوى الدماغ فعدد الخلايا الناسب لعددي الذكريات ثم نشرع في الخطوة الثانية وإثبات الأطروحة فنقول ولتبرير موقفهم استند ريبو إلى طب الأعصاب الذي بيّن أن نتلف أو نزيف أو إصابة على مستوى الدماغ تؤدي إلى فقدان عدد من الذكريات هذه الحجة الأولى ثم الحجة ثانية نضمن وفحوها حيث تقول كما بيّن الجراح الفرنسي بروكا أن إصابة على مستوى التلفيف الجبه الثالث تلفيف الجبه الثالث تؤدي إلى الإصابة بمرض الحبسة الذي يعني فقدان القدرة على التعرف على التعرف والحجة الثالث مفادها كما استند ريبو إلى تجارب الدكتور دولاي الذي بيّن كيف أن إصابة على مستوى الجدار الأيمن للدماغ تؤدي إلى فقدان المعرفة الحسية اللمسية في الجهة اليسرى اليسرى ومثال ذلك أن فتاة في الثالثة والعشرين من عمرها أصيبت برصاصة على مستوى الجدار الأيمن للدماغ فقام بتحسيب عينيها ووضع مشطن في يدها اليسرى فلم تستطع التعرف عليها هنا استنتج ريب أن الذكريات تخزن بمنطقة معينة منها الدماغ وبعد الانتهام على خطوة ثانية تمثل في إثبات الطروحة نشرح في خطوة ثالثة من التحليل المتمثلة في نقطة حسوم الأطروحة حيث نقول لذلك لا يمكن التسليم بالرأي بالرأي القائل أن الذاكرة وظيفة نفسية فقط كما زعم بيركسون بحجة أن ريبو لم يميز بين الذاكرة والعادة لأنه لو كانت الذاكرة نفسية كما زعم بيركسون فكيف نفسر فقدان بعض الأشخاص للذكريات نتيجة إصابة على مستوى الرأس أي صدمة جسمية وفي خاتمة المقال الاستقصاء بالوضع نتضرق إلى الخاتمة وفي خاتمة الاستقصاء الوضع لدينا خلاصة الخطوتين الأساسية الخطوة الأولى هي خلاصة والخطوة الثانية هي التأكيد على مشروعية الدفع فنقول مثلا ختاما نستخلص أن الذاكرة وظيفة جسمية مادية لأن الدماغ دورا في حفظ الذكريات هذه الخلاصة ثم نؤكد على مشروعية هذا ما يمنحنا مشروعية الدفاع عن الرأي قائل أن الذاكرة وظيفة جسمية بالما هي و نفسية بالعرض و ترجمة نانسي قنقر